موسيقى 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 يلا نكمل مع بعض موسيقى نهاردة هنتكلم على لسن 2 وعايزيكو تركزو كويس يتدم معايا تعالوا كده نفكر مع بعض في حيقة لما بنقى الصبح كده في النور بنقدر نشوف الوضوح أظن نقى بنقدر نشوف طب what about the night or when the power is cut off بنقدر نشوف بالليل لما النور بيتقطة لما اللامس بتبقى off لا ما بنقدرش نشوف كويس طب هل يا ترى في حيوانات بتقدر تشوف بالليل في ال night في ال dark forest طب ازاي الحيوانات دي بتقدر تشوف هو ده اللي هنتعلمه النهار ما تنسوش ان احنا مرة اللي فاتت اتكلمنا عن والسنس organs والستيميولاي for example مثلا قلنا السنس of hearing السنس organ المسؤولة عنها هو ال ears والستيميولاي بتبقى sounds or music تعالوا نتكلم عن النكتورنال animals مين هم النكتورنال animals النكتورنال animals they are animals that are active at night الانمالز بتبقى نوع من اتنين ياما diurnal ياما nocturnal diurnal جاية من كلمة day diurnal di day دي الانمالز اللي تبقى صحية الصبح فوكس على حاجة مهمة قوي ان احنا في الساينس ما منستخدمش كلمة morning و night بنقول day and night day and night day الصبح و night بالليل تمام الانمالز اللي اكتف الصبح اسمعها diurnal animals والانمالز اللي اكتف بالليل اسمعها nocturnal animals highlight كده في مخك ان nocturnal بتبتدي بletter n يبقى night nocturnal night طيب مشكلة الانمالز دي هتبقى دايما ايه ان لو هما مثلا عايشين في كيفز فهيبقى عندهم complete darkness او لو هما عايشين في فورست عادية هيبقى عندهم low light يعني ايه low light يعني النور هيبقى ضعيف جدا 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 لان تقريبا الضوء اللي هيعتمد عليه هو ضوء الامر مين الاجزامبل زي اللي عندي على nocturnal animals احنا في منهجنا هندرس nocturnal animals كتير بستعيلوا كده ناخد التالتة اللي هنتكلم عنهم دلوقتي مبدئيا هنتكلم عن the snakes because they are nocturnal animals then we are going to talk about bats والبات دول ما تنسوش ان هما الanchor phenomena يعني هما اهم حاجة بندرس كل theme 1 عشان نفهم عنهم واخر حاجة عندنا هي ال owls طيب nocturnal animals بمق ان هما عندهم problem جمدة جدا ان هما عندهم complete darkness او low light so they will depend on their super senses هيعتمدوا على super senses to hunt their praise at night لو انتوا فاكرين مرة اللي فاتت كنا قلنا definition بتاع super sense معنى ان الالم اللي ده عنده super sense ان السنس بتاعته بقت stronger than human يعني الحواس اللي عنده بقت اقوى من الانسان عشان اقدر اقول عليها super sense طول ما هي زيه زيه بنقول عليها sense عادية خالص لكن لو بقت اقوى بقول عليها super sense بما ان ال nocturnal animals محتاجين يصطادوا بالليل فلازم هيعتمدوا على super senses تعالوا ناخد اقوى super senses adaptation in nocturnal animals احنا اخدنا قبل كده super sense adaptation في دايورن الانيمال اللي هو الدولفن او اتكلمنا عنه من غير ما نقول ان هو دايورن الاصلة وقلنا ان عنده super sense of hearing عشان كده بيستخدم ال echolocation طب تعالوا نشوف السنيك بيقدر يعمل ايه؟ السنيك عنده super sense of feeling بيقدر يحس بطريقة خارقة super sense of feeling عنده specialized body part in its face that detect heat لو بسيتوا على وشه هتلاقي فيه شروط كده لون هبني الشروط دي the parts in its face that can detect heat خلي بالكو الطبيعي انه we sense through the whole skin لكن السنيك عنده sense of feeling مميزة جدا في السكين بتاع الفيس بتاعه في الفيس اوكي طب بتقدر تحس بايه؟ بتقدر تحس بالهيت اش معنى الهيت؟ لان اي living organism ما بياكل وبيتنفس جسمه بيطلع heat energy فعشان كده السنيك هيقدر بال super sense بتاعته يحس الهيت energy اللي احنا جسمنا مطلعها the snake super sense helped to detect praise location in complete darkness to detect praise location in complete darkness يبقى احنا كده اتفقنا ان السنيك عنده super sense of feeling هيحس بايه بالهيت ازاي هيحس بالهيت using special parts in its face طيب example of super senses adaptation in nocturnal animal هناخد تاني example عندي هو البات البات عنده super sense of hearing عشان كده بيقدر يعمل echolocation خلي بالكو من معلومة مهمة مقدرش اقول ان هو عنده super sense of echolocation هي كلمة echolocation دي كانت من الفايف senses لا الفايف senses كانت seeing smelling tasting hearing and feeling طب هو عنده ايه من الفايف عنده super sense of hearing عشان كده بيقدر يعمل echolocation طب يعني ايه echolocation يعني it will produce sound and when this sound hit the prey it will return back to the bat's ears وقت لما هيسمع الصوت هيحدد حكتين هيحدد مكان الobject ده فين وهيحدد هو اكل واللي هو obstacle اكل يعني insect حاجة هيكلها obstacle يعني حاجز او حيطة مثلا كم ممكن يخبط فيها bats must hunt at night ايش معنى لانه هي nocturnal قلمة لما احنا اتفقنا من night يعني nocturnal the bat super sense help it to locate praise and other objects هي locate حكتين praise and other objects لو انت شايف في الصورة هنا البعت قدر يستود الانسكت بسهولة جدا through what through eyesight ولا through sense of hearing لا through the super sense of hearing عشان بيقدر يعمل echolocation خلي بالكم ان الان ما زال بتعمل echolocation it's like they see using their hearing sense كيانهم بيشوفوا عن طريق السمع مش عن طريق ال eyes تالت الانمال عندي هو الاول ومن الحاجات الخطيرة لانه عنده super sense كتير جدا راجعوا كده تاني معايا احنا اتكلمنا الحد دلوقتي على الاتنين عنده super sense of feeling عشان بيقدر يسنس الهيت through its face بعدين اتكلمنا على البات عنده super sense of hearing that's why it can make echolocation اوكي عشان تعمل حاجتين to locate the prey و to locate the objects تعرف ايه الحاجات اللي حواليها الاول is super sense اللي عنده عنده اتنين عنده super sense of eyesight and hearing خلي بالك سعاد بستخدم كلمة extraordinary او كلمة sharp اللي اتنين معناهم excellent يعني حاجة خارقة طب يا تارس ازاي يبقى عنده super sense of eyesight اكيد عنده حاجة مميزة في عينه عنده large eyes يعني كبيرة جدا large eyes طب what about the sense of hearing هيسمع ازاي الباتس بقى عشان الاول sorry عشان يبقى عندها super sense of hearing عندها حاجتين مختلفين خالص اول حاجة الفيس بتاعها شكله bell shaped face يعني ايه bell shaped face يعني وشها مدور and specialized head feathers الريش بتاعها اللي في الفيز بتاعتها شكله مختلف الريش موجه لبرا كده عشان يقدر يجمع sounds to direct the sounds to its ears ال ears بتاعتها موجودة تحت ال feathers عشان كده ال feathers ليها شكل معين عشان تجمع sound وعرفنا منين ان الاول دي عندها awesome feather because owl is a bird and all birds have feathers اوكي يبقى الاول عندها two super senses ال eyesight والhearing ال eyesight because of its large eyes والhearing because of the bell shaped face and special feather shape خلي بالكوا كلمة bowl هي هيها كلمة owl بس قبلها b bowl هي هيها owl بس قبلها b كمان الhead بتاعتها can turn all the way around رأس هتقدر تلف 360 درجة فمش بس هي عندها strong eyesight و strong hearing كمان تقدر تدور على place in all direction ودي مش حاجة كل الالمز بتقدر تعملها اتكلمنا قبل كده على الكاميليون كان بيقدر يعمل ده بس عشان عينه كانت turning around in all direction لكن الاول the whole face the whole head can rotate in all directions the owl's super sense helped it to detect hidden and far ways praise search for praise in all direction hidden ليه بتقدر تلاقي الحاجات الهدن المستخبية لانه هي عندها sharp eyesight عندها excellent eyesight طب وليه far away لانه هي عندها excellent hearing تمام يبقى احنا تاني قلنا ان الاول عندها sharp eyesight و sharp healing فبتقدر تلاقي الحاجات الهدن وال far away هي ايه الحاجة اللي هي عايزت تلاقيها اصلا هي بتحب تاكل ال rats فغالبا it will search for rats لو عملتوا scan ال qr code اللي في page 45 في ال school book هتلاقيوا تلاتة فيديو فيديو عن الاسنين بيوريك ازاي انهم حتى لو غم عينه بقدر يصطاد ال praise لان هي بيحس بالهيت ما هو مش بيشوفها وبيحس بالهيت وتاني حاجة هتلاقي فيديو عن الاول زي بيعمل وثالث فيديو هتلاقي فيديو الاول اسمها ليه الاول اسمها ليه خطيرة لان هي هتلاقي ال object اللي sign تستخباه في مكان بعيد مع انها كتشتعرف هو فين what happened after the sensory organ receive stimuli يطرع ايه يحصل لما ودن البات تسمع الصوت او عين الاول تشوف الضوء ايه يحصل هنا what happened inside the owl's body after its ear receive الى هتلاقي ايه اللي هيحصل لما ايه اللي هيحصل جوة جسم الاول بعد ما يسمع الصوت اول حاجة احنا متفقين ان السنسوري اورجنز دول فالتانين هيروح يفتنوا المين للبراين they will send the message to the brain هيبعثوا electrical impulse to the brain عشان يسألوا البراين وإيه اللي أنا سامعه ده فالبراين يبتدي يقرر ايه اللي هيعمله هنتير هندوور sensory organ send impulse الهي المسجز to the brain to process information and take action كل sensory organs they are connected to the brain so the brain can process information يعني يفكر ويقرر ايه الaction اللي هو هيعمله اللي هو response this happened through the nervous system مين هو nervous system nervous system is made of many parts زي النерв اللي هي اسلاك رفايعة قوي متوصلة بسلكة خين فضهري اسمه spinal cord وكل ده متوصل بالbrain اللي هو المخ nerves spinal cord وbrain النерв system عبارة عن three parts بس يعني مفوش many organs هم عبارة عن three organs that work together nervous system is made of organs that work together زي الbrain spinal cord والنерв مين هو الbrain brain is connected to the spinal cord الbrain بتاعنا موجود جوه السقل موجود جوه جمجمة ومتوصل بالspinal cord spinal cord اللي هو الحبل الشوكي وده موجود جوه دهرنا جوه الباك بون بتاعنا ايه المين function بتاعت الbrain ايه الجوب بتاعت الbrain تcontrol the body هو ده اللي عامل التcontrol على الجسم كله هو ده اللي بيفهم وبيترجم المعلومات والليزم لازم طبقه رابط ان الbrain بي process information طب spinal cord بيعمل ايه spinal cord it is the big nerve big nerve big nerve هو اللي موصل النерв اللي في ايدي وفي رجلي بالbrain عشان يتوصلوا بالbrain كل النерв وصلة big nerve اسمه spinal cord وبعدين spinal cord متوصل بالbrain ايه الجوب بتاعت spinal cord بياخد المسج من الورجنز للbrain ومن الbrain للورجنز يعني هو حلقة الوصلة ما بين الbrain والاورجنز طبعا طبعا عن طريق النерв مين هي النерв هي كل الاصفر اللي انتو شايفينه ده عبارة عن النерв معايد الاصفر التخلين اللي باين دلوقتي لان ده spinal cord اللي هو big nerve تمام النерв هي عبارة عن small branches لو انتو شايفين الاسكال جواها الbrain والbackbone جوا ال spinal cord والباقي دول كلهم هم بيوصلوا المسجز اللي من الbrain وال spinal cord لكل ال body parts وياخدوا الاستاميولاي من ال body parts يدوها لل spinal cord وللbrain يعني هم كلهم بيوصلوا الحاجات ببعض عملا زي اسلاك الكمبيوتر كده شوية لو السلك رفيع يبقى ده نيرف بعد انتوصل بسلك أدخن يبقى ده spinal cord يخش جوا CPU هي some nerves are connected directly to the brain زي eyes والheart فيه نيرف متوصلة direct بالbrain يعني مش وصلة بال spinal cord ودي مش معلومة يعني مفيدة قوي بالنسبة لنا دلوقتي المهم تاني انك بحافظ الترتيب انا دلوقتي لمست ايدك السنس بتاع ال skin بتاعي feeling هيحصل ايه عندي ال skin هيبعت message لل nerve النerve تديها لل spinal cord spinal cord يديها للbrain بعدين الbrain يفهم يبعت message لل spinal cord spinal cord يبعتها لل nerve وبعدين ايدي تتحرك او whatever response اللي عامله ايه خلي بالكم ان احنا كتير قوي ما بنقول ش nerve spinal cord ليه لان اصلا spinal cord it's a kind of nerves it's the big nerve فلو انا قلت nerve بس it's enough طيب تعالوا كده نشوف the journey of a message in the nervous system المسج اللي احنا عنقول ها دي it's a smelly message yummy yummy one هنا دلوقتي you have a pizza and you smelled the pizza so the sensory organ receives stimuli اللي هي مين اللي هي السميل ها ايه بقى في السميل دي عايز يبعتها للbrain هتروح ازاي للbrain هتمشي الاول في nerve والnerve will take to the brain حلو جدا جوه الbrain هنعمل processing للinformation وعايزين نبتدي نعمل response نعمل رد فعل بقى نشوف انت جعان هتروح تأكل طب عشان نعمل ده ايه اللي هيحصل عشان نبعت message للorgans يبقى لازم برضو تاني هتعذي بالnervs يبقى brain will send the stimuli تمام طب response هنا you can feel hungry you may secrete saliva in your mouth to let you know that you want to eat هنا response بتاعك هتبتدي انك تفكر انك جعان وانا انا عايز اكل البيتزا دي اوكي اي حاجة هتحصل حوالينا بنفهمها وبنحسها بالطريقة دي الorgan بيبقى عايز يبعت message للbrain فلازم يعدي بالnervs والbrain عايز يبعت message للorgan عشان يعمل response فهيبعت message برضو في nerves نهارده تكلمنا عن ايه ما اللي تكلمنا عن النكتورن الانيمال super senses تكلمنا على snake تكلمنا عن البات وعن الاول تكلمنا عن nervous system different parts اللي هما brain spinal cord والnervs nervous system brain ده كان main control center اللي بيعمل processing للinformation واللي spinal cord can carry messages او impulses من الbrain للpart ومن parts للbrain والnervs كانت بت carry l'impulse من sensory organ to the brain and from the brain to the organs that will respond ty 완� الانمال اللي كلمنا عنهم السnaak كان عنده super sense of feeling it can sense the heat through its face البات كان عندها super sense of hearing عشان كده كان بتقدر تعمل echolocation to locate the prey and other objects in complete darkness الأول كان عندها super sense of eyesight and hearing and it also can turn its head in all the way so it can detect the hidden and far away praise and search for praise in all directions praise اللي هي الفريسة الحيوانات الضعيفة اللي هنأكلها تمام بكده نكون خلصنا الليسن بتاعنا ما تنسوش تعملوا like subscribe فعلوا خاصية الجرس استنوا الفيديو اللي جاي باي باي